مشاهدين التسعى صباحاً وما وعدنا مع موجز لأهم الأنباء مع ليندا تفضل يا ليندا شكراً جمعنا التسعى بتوقيت القاهرة السبع بتوقيت جرينتش موجز والأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن التعديل الوزرية الذي دعا له مجلس النواب للنعقاد يستهدف تطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي وخلال تدوين له على حسابه الرسمي بمواقع تواصل اجتماعي أكد رئيس السيسي أن التغيرات التي تم التوافق عليها بعد تشوري مع رئيس الوزراء ستسهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها وتمثل بشكل مباشر الخدمات المقدمة للمواطن المصري وتقدم رئيس السيسي بالشكر والتقدير لجميع الوزراء الذين أنهوا مهمتهم معرباً عن تمنيته بالتوفيق والنجاح لمن كلف بالمهمة بديلاً عنهم وعقب دعوة الرئيس السيسي للبرلمان للنعقاد وعفق مجلس النواب خلال جلسة طارئة على التعديل الوزري وجدد النواب والثقة في رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وشملت موافقة المجلس على التعديل الجديد 13 حقيبة وزرية هي وزرات التعليم والتعليم العالي والصحة والري والهجرة والسياحة والآثار والتجارة والصناعة والطيران المدني والقوى العاملة وتنمية المخلية وقطاع الأعمال العام والثقافة والإنتاج الخربي قال الرئيس الأوكراني فضاديمي زيلنسكي إن بلاده تستهدف الجنود الروس الذين يطلقون النار على محطة زابوريجيا للطاقة النووية وتبادلت أوكرانيا وروسيا للتهمات بشأن عمليات قصف متعددة وقعت في الأونة الأخيرة لمحطة زابوريجيا وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا وسيطرت القوات الروسية على المحطة في بداية العملية العسكرية وأكد زيلنسكي في كلمة عبر الفيديو أن كل جندي روسي سواء يطلق النار على المحطة أو يطلق النار مستخدماً المحطة كغطاء سيصبح هدفاً خاصاً لعملاء المخابرات والأجهزة الخاصة والجيش الأوكراني وقع الرئيس الفرنسي إمانوال مكرا وثيقة موافقة بلاده على انضمام فنلاندا والسويد إلى حلف شمال الأطلنطية الناتو والتي اعتمدها البورلمان الفرنسي في الثاني من أغسطس الجاري وقال قصر الإليزي أن هذا الخيار السيادي لفنلاندا والسويد يعزز الأمن في مواجهة التهديد الحالي من جيرانهم المباشرين وسيقدم مساهمة مهمة نظراً لقدرات هذين الشركين في الموقف المشترك وفي الأمن الأوروبي وتحتاج الدولتان إلى موافقة الثلاثين دولة عضواً في حلف شمال الأطلنطية لتتمكن من الاستفادة من الحماية بموجب المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلنطي في حال تعرضهما لأي هجوم أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية أن البلاد تنوي خفض التدفئة في المباني العامة كلها هذا الشتاء على ألا تتخطى الحرارة التسعة عشرة درجة مئوية وقال وزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني روبرت حابك إنه يستثنى من هذا الإجراء المستشفيات والمراكز الاجتماعية هذا وتحث حكومة المستشار أولاف شولز منذ عدة أسابيع على بذل مجهود وطني لخفض استهلاك الطاقة التي ارتفعت أسعارها بشدة والتي قد تتقلص إمداداتها هذا الشتاء بسبب الأزمة الأوكرانية إذ يخشى أكبر اقتصاد أوروبي شتاء صعبا بسبب أزمة الطاقة التي حذر وزير الاقتصاد من تدعيتها على القطع أعلنت مدينة شانجهاي المركز المالي الصيني أنها ستعيد فتح جميع المدارس ورياض الأطفال ودور الخضانة في الأول من سبتمبر المقبل وذلك بعد أشهر من الإغلاق لمكافحة تفشي فيروس كورونا وعفقا لبيان نشرته لجنة التعليم لبلدية شانجهاي ستطلب المدينة من جميع المعالمين والطلاب إجراء اختبارات الحمض النووي لفارس كورونا يوميا قبل مغادرة المؤسسات التعليمية كانت شانجهاي قد أغلاقت جميع المدارس في منتصف مارس قبل إغلاق المدينة لمدة شهرين لمكافحة أسوأ تفشي لكورونا في إبريل ومايو أما رياديا فحقق المنتخب الوطني للكرة الشاطئية الفوز على نظيره المغربي بنتيجة خمسة أربعة في ثاني مباريته ببطولة كأس الدار البيضاء الدولية التي تنظمها المغرب سجل أهداف المباراة أحمد الشحات وحسان محمد بواقي هدفين لكل منهما وهدف لحسام باولو هذا ويخوض الفراعنة مباراة الختام أمام منتخب السعودية نهاية مجهزة تسعى نعود الاستكمال باقي فقراء الصباح الخير يا مصر بعد الفاصل